ترك الإرهاب على كاهل هذه السيدة ألماً وحزناً وهمماً قد لا يحتمله الرجال فهي ترعى خمسة عيتام معها، اثنان منهما أولادها خطف الإرهاب روح أبيهما وثلاثة آخرون ما يزال والدهم مفقوداً وترعاهم مع أطفالها عيتام، ثلاثة أولاد، أبو اثنين أولادي الله، هذا أبوهم مفقود، أنت رشاة الوقاء، وهذا أبوهم أنا مقتول أنا أغبيهم، أصرف عليهم، أشيغلون أنا أشيغلون سنوات عجاف تعيشها هذه السيدة مع هؤلاء الأيتام بسبب الإرهاب ومثلها هناك آلاف العوائل، جزء منها حصل على الحقوق وقسم آخر ما يزال يعاني حتى يومنا هذا حسب متابعاتنا الشهرية مع مؤسسة الشهداء في نينوى هناك بين 30 ألف إلى 50 ألف معاملة منجزة لكن بالتأكيد لم يستلموا هؤلاء حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم التعويضية لم تكن الحاجة والجوع والعوز هي من اجتمعت مع ألم الفقد على عوائل الضحايا فقط إنما يضاف لها ما تعرضت له من مساومات وابتزاز في إكمال المعاملات بالإضافة إلى المتاجرة بهم كسلعة انتخابية كلما تطلب الأمر أكيد خصوصاً نحن مقبلين على انتخابات مجالس محافظة كثير من المرشحين ممكن يكون يستغلوا فرصة احتياجات ذوي احتياجات خاصة في هذا الجانب وبالرغم من مرور ست سنوات على انتهاء العمليات العسكرية إلا أن أعداد الضحايا ما تزال مجهولة ولم تكشف عنها الجهات الحكومية ويقدر عدد الضحايا بأكثر من ثلاثين ألف على أقل تقدير بحسب توقعات بعض المنظمات المعنية بهذا الأمر من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير اشتركوا في القناة